مع استمرار أزمة نقص المياه الواسعة في العراق وتضاء لفرص إنقاذ أراضي البلاد بشكل عاجل تعلن الجهات الحكومية ومنها وزارة الموارد المائية أنها حفرت نحو 600 بئر في مناطق مختلفة منذ مطلع عام 2023 في خطوة الهدف منها حفر ألف بئر لتوفير مياه الشرب بحلول نهاية العام الجاري ضمن ما سمي بخطة النفع العام محافظات الأنبار وديالا وواسط والمثنى وبغداد وذيقار في الصدارة من حيث عدد الآبار المحفورة للحصول على المياه غير الآمنة للشرب بعد توقف مياه الإسالة الآتية من نهري دجلة والفرات ما يعكس حجم الأزمة في تلك المحافظات لكن حفر الآبار والاستفادة من مياهها للشرب غير مفيد على المدى البعيد فالآبار تبقى مصدرا محدودا للمياه يعتمد أصلا على كمية مياه الأمطار لا سيما أن العراق معرض إلى سنة جفاف أخرى في حال عدم سقوط الأمطار بحسب وزارة الموارد المائية تحذيرات مشابهة أطلقتها منظمات دولية أكدت أن مياه العراق الجوفية تنفد بسبب استمرار حفر الآبار يقابل ذلك عدم مراقبة الحكومة لمستويات المياه الجوفية الأمر الذي يمثل خطرا على التوازن البيئي حفر الآبار للحصول على المياه الجوفية لم يمنع من تقليص مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية إلى النصف كما لم يمنع من استبعاد عدة محافظات من الزراعة كليا بسبب موجة الجفاف وقطع روافد نهري دجلة والفرات من دول المنبع لا سيما إيران قطع للمياه لم تتحرك الحكومة في بغداد باتجاه تدويله إلى الآن رغم التلويح الحكومي باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران وفقا لاتفاقيات تقاسم المياه حتى بات العراق من بين 12 دولة ترزح تحت خط الفقر المائي المتقع الذي أفقد البلاد نحو 400 ألف دونام من الأراضي الزراعية سنويا وفقا للأمم المتحدة